اشتركوا في القناة مما يجعل هذا الامر يؤخرهم او يصرفهم عن تربية النحل ان تعلم تربية النحل في حد ذاتها يتطلب بعض الجهد وبعض التعب حتى تتعلم الاساسيات والقواعد في تربية النحل ولكن ممارسة تربية النحل والعمل على تربية النحل لا يحتاج الى جهد كبير حتى تربي النحل الخطأ الاول الذي يقع فيه النحالون الحكم القطعي من خلال بوابة السروح فتجد النحل يأتي ويدخل الخلية ويخرج منها ويأتي بحبوب اللقاح وازدحام ونشاط وهذا جيد وفيه بعض الدلالات ولكنها ليست القطعية فاذا اردت ان تحكم على النحل بالشكل القطعي يجب عليك ان تركز على اشياء كثيرة منها على بوابة السروح ومنها داخل الخلية فاولا عليك ان تنظر الى بوابة السروح اذا كان يأتي بحبوب اللقاح او اذا كان نشطا في الذهاب والاياب او اذا كان اختلاف في الوان حبوب اللقاح فهذا كله جيد ولكن هناك امور اخرى يجب لك ان تنتبه لها الا وهو موت النحل امام الخلية او زحف النحل امام الخلية هناك اماكن تجد ان النحل عندما يريد ان يخرج النحل الميت او النحل الهالك او الذي انتهى عمره تجده يطرحه امام الخلية وفي كثير من الاحيان يطير به بعيدا ويسقطه في مكان ما ولذلك يجب ان تأخذ هذه الامور في عين الاعتبار وتنظر امام الخلية لتعرف ان النحل الميت ليس بهذه الصورة التي يجعلك قلقا وهناك امور اخرى يجب ان تنتبه لها من بوابة السروح الا وهو مهاجمة الحشرات مهاجمة النمل مثلا الدبور وهذه الامور الامر الثاني ان النحل عندما يفحص الخلية لا يتأكد من وجود الملكة سواء بالنظر الى الملكة او بوجود قراء على وجود الملكة ان وجود الملكة يعني بقاء الخلية وفقدان الملكة وعدم وجودها داخل الخلية يؤدي الى هلاك الخلية شيئا فشيئا فلا تستطيع النحل على قيد الحياة بدون ملكة لفترة طويلة فاما ان يلتجى الى تربية ملكة اخرى او يظهر فيها الامهات الكاذبة وهذا ايضا يؤدي الى هلاك الخلية كثير من الاخوة ينظر الى بوابة السروح او لا يتأكد من وجود الملكة ويجد ان الامر في الداخل كله تمام فيه حبوب اللقاح وفيه العسل وهذا امر طبيعي لانه لا وجود للحظنة لا وجود للمستهلكين وانت تغتر بوجود العسل وحبوب اللقاح وتظن ان الامر كله في مكانها وان الامر جيد والامور بخير وتأتي وتغلق الخلية وتترك الخلية ولا تنظر الى وجود الملكة فعليك يا اخي اذا فتحت الخلية ان تتأكد من وجود الملكة اما بالنظر الى وجود ان هناك بيض وهذا يدل ان الملكة كانت نشطة اقل شيء قبل ثلاثة ايام او تنظر الى الملكة بعينها او تنظر الى الملكة وتطمئن على الوضع وتغلق الخلية وهناك شيء اخر ايها الاخوة احترام مساحات النحل جميعنا يعلموا انه في حال قوة الخلية اذا تركت مساحات خالية في الخلية فان ذلك يؤدي الى البناء الفوضوي داخل الخلية وترى الشمع الممطوط في كل مكان ومتداخلة في بعضها ويصعب عليك ان ترتبها داخل البراويس مرة ثانية وهناك استثناءات دائما تجد ان النحالة يحب ان يجعل في الصناديق التي تحتوي على عشر اطارات تسع اطارات حتى يسهل التعامل معها او تجدهم يجعلون حوضا للمحلول السكري مكان برواز حتى يعمل عليه النحل ويسحب المحلول فلا تترك مساحات اكثر من المعتاد داخل الخلية في بعض الاحيان يجد الملكة الصعوبة في انتقال من برواز الى برواز ويترك البراويز الوعيدة من بعضها بدون بيط والخطأ الرابع التي يقع فيها النحالون حصاد العسل في العام الاول كقاعدة بين النحالين ان النحلة والطردة تترك في السنة الاولى ولا ياخذون منها العسل كي تتقوى للسنة التالية وهناك دائما استثناءات في قوة المرعى وكثرة الرحيق تستطيع في بعض الاعوام ان تجمع قليلا من العسل ولكن تترك له القدر الكافي من المخزون التي يوصله مرة اخرى الى الربيع وفي هذا الامر يجب عليك ان تستشير النحالون المتواجدون في منطقتك لذلك اذا اردت ان يكون نحلك قويا ففي العام الاول لا تأخذ منه العسل وتركه حتى يتقوى للعام التالي وسوف يعوضك باذن الله سبحانه وتعالى ومن الاخطاء التي يقع فيها النحالون عدم تغذية المستعمرات الجديدة منالك دائما طرود او تقسيمات يأتي على النحل فاذا قسمت او اتيت بطرد وجعلته في الصندوق فعليك ان تغذيه اقل شيء لشهر حتى يقف على قدميه ويكمل المشوار وكل هذه الامور يكون فيه استثناءات في قوة المرعى او ضعفه ففي بعض الاحيان حتى المستعمرات القوية يأتي عليه حالات يجب ان تغذيه وإلا تعرض النحل الى التناقص والهلاك ومن الاخطاء ايضا هناك اناس لا يغذون نويات التلقيح حتى نويات التلقيح يجب عليك ان تهتم بها اشد الاهتمام لان فيها ملك عذراء يجب ان تحفزها على الخروج للتلقيح فاذا كان النحل منشغلا ببناء الاقراس وجعلت بناء الاقراس على اكتاف النحل الموجود داخل النوية ولم تعطيها اقراسا كاملة فهذا يؤدي الى قلة في الغذاء وتأخر في التلقيح ايضا ومن الاخطاء التي يقع فيها النحال عندما يتخذ المنحلة او يتخذ مكان المنحل قريبا من المجمعات السكانية او قريبا من الشوارع فتجد ان النحل اما ان يهجم على الناس او الاطفال او المتطفلون يأتون ويهجمون على الصناديق ويهجمون او يلعبون باعصاب النحل وفي بعض الاحيان تجد النحل قريبا من مرور السيارات وتجد النحل متفرقا على اطراف الشوارع ميتا او يزحف على الشوارع وضربه السيارات وهناك من يجعل النحل داخل ارجار كثيفة لا يستطيع النحل السروحة بشكل جيد او يكون فيه اعاقة للذهاب والاياب الى الخلية او تجد الصناديق في خط واحد وتجعل النحل يتصادمون في الطريق ولا يجدون المساحة المطلوبة للذهاب والاياب بسرعة او يعيقهم حائط او يعيقهم شجرة كبيرة ففي هذه الاحيان يجب عليك اخي النحال ان تعلم ان النحل يذهب في كل الاطراف ولا يذهب في طرف واحد فقط ومن الاخطاء ايضا ان النحال يغتر بشرائه بعض الصناديق او بعضا من النحل ويظن انه اصبح نحالا مخضرما واصبح يعرف كل شيء في النحل فتجده يفحص الخلايا بدون خفازات او بدون لباس ويهاجم عليه النحل ويؤذي نفسه فصدقني ايها الاخ ان بعض النحالين المخضرمين يتعرضون لللسع ويتعرضون للقرص ولكنهم تعلموا كيف يهدئوا اعصابهم وكيف يهدئ النحل ولا يثيروه اكثر فلا تغتر بانك قد اشتريت خلية او خليتين وانك ما دمت صاحبا للنحل فان النحل لا يسعك وان عدد القرص او اللسع لدى الانسان يختلف باختلاف الانسان والحساسية لدى اي شخص فلا تعرض حياتك للخطر فان بعض الناس يتدهور حالاتهم في قرصة واحدة وبعض الناس لا يتدهور حالته حتى وان قرصه خمسين نحلة في آن واحد وانا تعرضت مرات عديدة لاكثر من ثلاثين او اربعين لسع في آن واحد وكدت ان انام او يغمى علي لكن قاومه بدني لانني اتعرض للسع يوميا ومن الاخطاء التي يقع فيها النحال تجده انه يبدأ بخلية واحدة وهذه الخلية ان تعرض لشيء او تعرض لمرض او شيء من هذا القبيل او ماتت ملكته لا يستطيع ان يمده من خلية اخرى وهذا يجعله يصرف نظره عن تربية النحل ولا يستطيع ان يكمل الطريق فاذا اردت ان تكون مربيا ناجحا فيجب عليك اقل شيء ان تبدأ بتربية النحل بثلاثة او خليتين اثنتين على الاقل ففي بعض الاحيان تجد انك تستطيع ان تقارن بين خلية واخرى وتفهم الموضوع او المشكلة التي تعرض لها وفي بعض الاحيان تموت ملكة في خلية وتمده ببيض او تمده بحضانة من خلية اخرى حتى يكمل تربية ملكة اخرى وينتهي المشكلة والخطو الاخر التي يقع فيها النحال تجد ان النحال في بداية امره كان متحمسا يذهب لتفقد النحل يوميا ولكن بعد فترة تجده لا يذهب للمنحل الا في الايام الحلوة او في ايام جمع العسل او في ايام تكون متفرغا لها وهذا من الاخطاء التي يقع فيها النحالون وكثير من النحالين للأسف تجده عندما يجمع العسل يهمل النحل ويظن ان الامر انتهى وجمع العسل واخذ حصته ويترك النحل جائعا وهذا يجعل النحل في تراجع ويؤثر عليه في سنة التالية وهناك نقطتين اريد ان اذكرهما في هذا الموضوع الا وهو كثرة التدخين وكثرة الفتح وهذا مما يؤثر على تأخر الخلية وعندما تأتي وتفحص الخلايا وتفرق البروزة من بعضها تجد ان النحل يسهلك طاقة ويتعب حتى يلسق البروزة مرة اخرى ببعضها ومن الامور الاخرى التي يقع فيها النحال التدخل في اساسيات تربية النحل وهذا مما يضعف سلالات النحل والخلايا عموما سواء كان في تربية النحل او تغذيته وهذا الامر يحتاج الى شرح طويل فعندما ارى بعض النحالين يجلبون الكؤوس الزجاجية ويستعملون الشمع المدور في تربية الملكات فهذا اظنه يؤثر على جودة الملكة سلبا ولا يخدم في اتجاه تطور تربية النحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته